قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن ميليار خلال مقابلة مع قناة أوكراينا 24 أن روسيا قد تزيد من عديد قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية مع حلول فصل الشتاء ونفت ميليار وجود دلائل تشير إلى التصعيد من الجانب الروسي مؤكدة أن عديد القوات الروسية لم يزدد بشكل ملحوظ على الحدود مع أوكرانيا كانت وسائل الإعلام الغربية ذكرت أن الكريملين رفع من وجوده العسكري بالقرب من الحدود الأوكرانية الأمر الذي نفاه كل من وزارة الدفاع الأوكرانية ومجلس الدفاع والأمن القومي الأوكراني ينتشر قرابة 90 ألف جندي بشكل دائم بالقرب من الحدود وفي الأراضي المحتلة مواقة وهذا الرقم يتناقص أو يتزايد أي أننا نلاحظ هذه الحركة باستمرار والتحركات التي نشهدها الآن لم تكن الأولى وهي تجري بانتظام بحسب المعلومات الاستخباراتية واستنادا إلى تقارير الاستخبارات العسكرية نتوقع نشر مزيد من القوات في ديسمبر ويناير أكثر مما هو موجود الآن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة